اشتركوا في القناة حفظه الله برقية تهنية إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة عبر سموه فيها عن خالص تهانيه لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولشعب السوداني الشقيق مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء برقيتين تهنية مماثلتين إلى كل من أخيها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيها الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمهورية السودان ضمنهما سموه الأطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القايد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء برقية تهنية إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة ضمنها سموه وأطيب تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده متمني سموه للسودان وشعبه الشقيقة اضطراد التقدمي والنماء كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد برقيتين تهنية مماثلتين إلى كل من أخيها الفريق أول ركن بكر حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيها الأستاذ حسب محمد عبد الرحمن نائب رئيس جمهورية السودان عبر فيه ما سموه عن خالص تهانيه بهذه المناسبة الوطنية اشتركوا في القناة